اعزائي طلبة طلبات سنونا عاما اهلا بكم في الحلقة رقم 42 من برنامج مدرس على الهواء صباح الخير على كل طلبنا الاعزاء صباح الخير على كل مدرس اللغة الالمانية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستانيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال هيكون معنا النهاردة هير خالد الفئي واللي هيشرح لنا جرامر الدرس الاول باللغة الالمانية طبعا صباح الخير يا هير صباح الخامس رحمد كل سلام ومطيب اهلا بك وان شاء الله لكم احركة موفقة ونقدرنا فيه طلبنا بكل معلومات مهمة ان شاء الله تمام اشتفاضر اهير نبدأ بسم الله اشتفاضر حبيب بسم الله الرحيم اعزائي طلبة الطلبات ان شاء الله النهاردة هنبدأ نشرح مع بعض الدرس الاول في مهنة جهة الصف الثالثة الثانوي الدرس الاول بيبدأ بدرس في اللغة الالمانية قواعي اللغة الالمانية هو موضال فربن موضال فربن يعباره عن مجموعة افعال بتحدد كيفية تمام الحدث في حدث تم بكيفية معينة هل تم وانا برغبتي ولا مضطر إليه ولا عن طريق نصح من فلان هذه الأفعال هي اللي بتحدد ازاي الكيفية تمت وازاي الحدث تم عندنا معجموعة الفربات وهي عبارة عن ستة أفعال دي موضال فربن فولن موسن زولن كونن دورفن موشتن انا محتاج في هذا الدرس اعرف تلات نقاط رئيسية معنى كل فرب تصريف هذه الأفعال وتأثرها على شكل الجملة ندى بسم الله بأول جزئية وهي معاني الفربات الفعل فولن معناه يريد فولن يريد بيعبر عن رغبة الشخص بفعل شيء بكامل قراته انا عايز اذهب للسينما عايز اذهب للنادي عايز العالم الماني انا عندي رغبة معينة او نية معينة وعايز انافزها فتعنشوا مثال لهذه الجملة او لهذا الفرب اللي معانا الفعل فولن لو جمناه مثال مثلا ماذا تريد ان تفعل لما نبص على جملة بتاعتنا هنلاقي الفعل الموضال فربن فولن جاي في المركز نومات سيفاي وجاي في اخر الجملة فعل في حالة انفينيتيب ام اند في النهاية يبقى لازم موضال فرب هيحتل المركز نومات سيفاي رقم اتنين ويجي معا انفينيتيب في اخر الجملة يعني دائما الفعل موضال فرب لازم بختار معاها فرب في اخر الجملة في حالة انفينيتيب وكننا عارفين يعني ايه انفينيتيب يعني الفرب اخر ايه ان فرب اصل زي ما هو في اللسة بتاعت الافعال لا حزفنا منه حرف ولا اضفنا عليه اي حروف جاي الفرب نومات سيفاي وعملوا تصريف مع الزوبيكت الفاعل دو بيدي الفرب النهاية استي زمانتو كلكم عارفين ماذا تريد ان تفعل انا بسألك عن رغبتك او عن نيتك في فعل شيء هترد علي وتقول انا اريد انس كينو جين انا اريد ان اذهب الى السينما فيل نومات سيفاي وجين في اخر الجملة انفينيتيب اريد ان اذهب اليوم الى السينما الفرب اتصرف مع الزوبيكت الوائيش فبقى فيل والمصدر في اخر الجملة لازم انتبه يا جماعة ان الفرب اللي في المصدر زي محما تعودين هو اخر اي ان ملوش اي علاقة بمين الفاعل يعني يكون الفاعل دو او يكون الفاعل ايش انا بالنسبة للمصدر هو اخر اي ان لا يتأثر بتغيره الفاعل اللي بيتأثر بتغيره الفاعل هو الفرب اللي في المركز التاني لان المركز التاني هو مركز الفاعل المصرف ده بالنسبة لأول فرب عندنا فولم معناه يريد فعل شيء الفيرب الثاني موسن موسن معناه يجب أن يشبه كتير في اللغة الإنجليزية الفيرب مست طبعا أكيد فيه شوات اختلافات بصير من كل لغة التانية ولكن إلى أقرب الحد الحدود هو الفيرب موسن يشبه مست يجب أن موسن يجب أن بيعبر عن الإلزام الواجب الضرورة الأمور الواجبة هي الأمور الواجب فعلها دوما يعني وأنا داخل النهاردة الصبح مدينة إنتاج كان من أمور الواجبة أن أنا هزهر البطاعة الشخصية فدي أمور واجبة بنعملها أوتوماتيك لكنها لازم تتعامل الأمور ضرورية لما أقول بكرة عند امتحان فأنا لازم هزاكر النهاردة شخص مريض يبقى لازم يروح للدكتور دي أمور ضرورية هنجيب بيعشبيل على كده مونة 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 بتكون مريضة يبقى نقول موس مونة بتكون مريضة فهي مضطرة تذهب إلى الطبيب يعني دائماً الفيرب هو اللي بيجي من خلال الموتيف اللي موجود في الجملة واحد مريض فده موتيف دافع بيدفعني لفعل شيء أنا مريض فأنا مضطرة روح للدكتور مثلاً علي هات بغيفون عنده امتحان يبقى ايه موس هو مضطر هو لازم في لغن يذاكر كتير أكد مش كل ما نحن مضطرين نذكر كتير أو نذكر ألماني بالذات لكن لما يكون بكرة عنده محان فالنهاردة فيه موتيف بيدفعني لفعل شيء وهو ضرورة المذكرة عشان اللي امتحان بقول لبكرة يبقى ده ما هيجي موضة الفيرب نومات سفاي والإنفينت في آخر الجملة نقول تاني موسيقى معناه يجب أن يعبر عن ضرورة الإلزام الإجبار مضطر لفعل شيء من خلال موقف الموقف يضطريني لفعل شيء مش شخص آخر لأن شخص آخر ده في فيرب تاني ينكلفه دلوقتي مع بعض ننتقل لفيرب نومات غاي وهو الفيرب زلن زلن معناه ينبغي أن ده برضه أقرب إلى الفيرب شود في اللغة الإنجليزية يعبر عن نصح الإرشاد في حد بقى بينصحني أني أعمل شيء بيوجهني لفعل شيء فعشان كده الفيرب زلن مشهور عنه أو أشهر أمثلته يأتي بعد جملة القول ويعني إيه بعد جملة القول بص معايا الباشبيل الموجود معنا لما نقول مثلا ده دكتور زاكت الدكتور بيقول مونا زل سوهاوز بلايبن الدكتور بيقول مونا مفروض أنها تقعد في المنزل تستريح في البيت شوية زل دايما يظهر بعد جملة القول فلان بيقول الفيرب زاكت من أفعال مهمة جدا لظهور هذا الفيرب زلن في بعض الطلبة بيشغل بالهم حتة صغيرة وهي لما قوله الدكتور بيقول فبيعشب بنوع من الإلزام ماما بيقول بابا بيقول مدرس بيقول فجوه يقولك ما أنا هنا أستاذ من الفيرب موسين يعني بابا قال لازم نعمل كذا إحساسه باللحية اللزومية ديت أو عايز أستاذ من الفيرب موس نلوك في فرق كبير ما بين موس وما بين زلن الفرق بقى ما بينهم نا الزام وده نصيحة بالظبط كده يعني نصيحة ممكن يقفل بيها أو لا بالظبط كده مسترحة مزبوط وبعدين أنا لما باجأ أقول لطالب زميلي في الفصل على فكرة الأستاذ قال احنا لازم نحفظ الكلمات ده اللفظ باللغة العمية هل أنا لما بقول لزميلي لازم أحفظ الكلمات هل ده أنا بلزمه بجبره ولا بنصحه بنصح بنصح عشان يتجنب أن يحصل عقاب من المدرس في حالة عدم حفظ بابا قال لازم يكون في البيت الساعة سبعة برضو بنصح أخويا عشان لو رجع بعد الساعة سبعة ممكن تحصل مشكلة بينه وبين بابا لكن أنا ما بجبروش أنا بنقله ضرورة معينة تمام عشان كنا نقول بعد جملة القول يأتي الفرب زلن تمام وطعا الفرب بزلن بيتصرف عادي خالص مونة تبقى زل وينفين في آخر الجملة كذلك الفرب زلن يظهر في سؤال جابته جملة إمبراتيب جملة أمر زي كده لما أقول فس زل إيه مخل ماذا ينبغي أن أفعل إيه المفروض أعمله فالنورد عالي نقول له لارنفيل زاكر كتير يبقى لما يكون السؤال الإجابة عليه هي جملة إمبراتيب جملة أمر يبقى جوة السؤال يأتي الفرب زلن طب ليه يا هير يجي الفرب زلن هنا نقول له لما يجي طالب يقول يا هير خالد أنا عايز أضبط نفس الأمين كويس ماذا أفعل قاله أعمل واحد اثنين ثلاثة أنا مقطو أعمل واحد اثنين ثلاثة هل أنا كده بكبره ولا بنصحه لا أنا بقول له أنت بتنصحني بإيه بالزبط كده بالزبط كده ماذا يريد أن أفعل هو يطلب النصيحة يبقى دائما زلم يظهر بعد جملة القول وفي سؤال إجابته إمبراتيب أمر نتقل للفرب نومافيا كنن كنن معناه يستطيع هيعبر عن قدرة الشخص بفعل شيء أنا غني آه ده أشتري عربية جديدة طب ما أنا ممكن نقول له يا هير أنا غني عاوز أجاب عربية جديدة نقول له ما الفقير برضو عاوز أجاب عربية جديدة يبقى الرغبة عنده كل الناس لكن من يقدر يحقق هذا الأمر اللي يمتلك فلوس مضبوط يبقى دائما القدرة ببن في الجملة من خشوة حاجات تساعد على ظهور قدرة الشخص المال العلم الوقت الصحة الهوبس الهويات فلان غني يقدر جيب عربية فلان تعلم ألماني سنتين ثلاثة يصدر تحدث باللغة الألمانية أنا تعلمت السباحة أقدر أعوم اتعلمت السباحة هنجيب باشبيع على ذلك نقول مثلا سامي است غيش غني اير كان اين نويس اوتو كوفن يقدر شعر عربية جديدة تمام يبقى وجود الفلوس رايش غني هو ده اللي خليك قادر على شراء السيارة نجيب كم مثال تقدر تلعب جتار يقول يا دس است مين هوبي تقدر تلعب جتار والأيوة ده هويتي الهواية ده مصحوب مع الفرب كون لأن الهواية فيها تدريب ومارسة عملية واحد هويته الجتار فطول النهار ماشي في البيت بيعزب بالجتار فمع الاستمرار والتمنيوم المدومة يبقى بيقدر يعمل يعزب على الجتار كويس جدا يبقى ده من الفرب كون فيه شوية حاجات تساعد على إدراك لهذه القدرة زي المال والعلم والوقت والصحة وهكذا جميل الفرب نومة فونف دورفن ودام الأفعال مهمة جدا طبعا دورفن معناه مسموح له مسموح له مش يسمح في فرما بين الفربين مسموح له أنا بطلب من حد إذن فدورفن هو التوبية اللوض مسموح له يعمل شيء أنا دولة في الستوديو دولة وعايز يدخن سجارة في سلطة خارجية بتسمح له نعمل ده فبستأذن ليس بضرورة تكون سلطة لكن أنا دولة اللوضة اللوضة مع حضرتك بقولك مثلا ممكن أدخن سجارة فبستأذن من الحاضرين ممكن أدي أصغر مني أكبر مني لكن بستأذن ممكن أدخن سجارة تقول لي أوكي تفضل أو لا معلش ممنوع داخل الستوديو لما أنا باجاي الصبح أركي عربية قدام محل معين فبستأذن الأمن ممكن أكي عربية يقول لي أوكي مسموح أو لا ممنوع عشان كذا طالب جاي متأخر المحاضرة بتاعتك على الفصل بيخبط ممكن أدخل نلوقات فضل ونلوقع ممنوع الدخول دلوقتي عشان ده جاي بتأخر يبدأ يمن الفيرب دورفن مرتبط بالاستئزان أعطاك في لغة إزاي يشبه مي تقريبا ربما وبعض الحاجات فنجيب مثال على دورفن بيستأذن دارف إيش هي روخن هل مسموح لي أدخن هنا فقولولو يا دس إيست إرلاوبت أيوة هذا مسموح أو نقولو لا لا دس إيست فيربوتين ممنوع تمام يبقى كمتين تقول غالب لما بيظهروا في سؤال ودي في الإجابة بتاعته إرلاوبت أو فيربوتين يبقى أنا جاهزة أفقر في الفيرب دارف على الاعتبار أنه لما أقولك أيوة مسموح أو لا أممنوع يبقى أنت كنت بتطلب مني إذن لفعل الشيء يبقى دائما إجابة بإرلاوبت أو فيربوتين هي الرضي بيكون سؤالها دارف لو جاب لي في الاختيارات حاجة مهم جدا أنا بقولك ده بيساعد على ظهور الفيرب الفلان لكن يبقى في آخر السنة أو في السؤال تتعامل مع السؤال بفهم وليس بالحفظ يعني بلاش دروع على الكلمة الفلانية اللي بيجيب الفيرب الفلان لازم المين انجل معنا لأول بالضبط كده لازم أفهم معنا الجملة طريقة عرض السؤال بتختلف كتير جدا وهنجيب أمساعة لذلك هتفهمك أني لازم أقرأ الجملة ما تقاش صعبة لكن أنا لازم أقرأ الجملة وأشوف الجملة معروضة ازاي وشكلها عاملة ازاي لكن ده بيقى حاجات الرئيسية اللي أنا المعروضة اللي عندي اللي أنا بشتغل بها إن شاء الله آخر الفيرب عندنا هو الفيرب مشتن مشتن معناه يريد ولما بنقول مشتن على طول بنروح لزهنها الفيرب فولين فولين معناه يريد ومشتن برضو معناه يريد طب إيه الفرق طب إيه الفرق من الاتنين مشتن يستخدم أو الجرسون يسألني ماذا تريد يقول لي فس مشتن زي ماينفعش أبدا البياع أو الجرسون يقول لي أنت عايزي بالزبط كده برافو يكلم عامي ويقول له فس فولين زي نقول لي يا هيرم هيودي برضو معناها ماذا يريد ودي ماذا تريد نقول له أصعي في اللغة عربية معناها ماذا تريد ما اختلفناش العربي في لفظ واحد يسوي خمس ستة كلمات في الألمانيا أو لغة الإنجليزية هنا البياع أو الجرسولي فس مشتن زي ماذا تريد أو ما نرد عليه بنفس الإسلوب أقول له إيش مشت أنا أريد عاوز أرغب في مثلا لو كنت في المطعم أين انتين يبقى فس مشتن زي إش مشتو أين انتين فيه كمان فرق واضح من الجملة الفعل فولين بيجيب إنفينيتيف آخر الجملة مصدر آخر الجملة مشتن ممكن يجيب مصدر وممكن ما يجيبش يعني ممكن أستخدم الفرب مشتن كفرب أساسي بدون مصدر وإن الفرب مشتن في هذه الحالة ممكن يحل بحلوا فيرب آخر لو الفرب براوخين يحتاج I need تمام لما أنا دوقت لو أنا بكتف المحاضرة والألم خلص مني فأقول لأصنعها الجماعة أنا عايز ألم هقول لي بقلميني إزاي هقول إش مشت I need full يعني هنا بيجيب بعدها مفعول مثلا أو الشي بالزبط كده تمام يجيب وبيكتع طوله بعدها مظبوط وممكن تجيب مصدر طبعا ممكن تجيب برضو مصدر أقول إش مشت I need T Neem Neem يعني يأخذ T يعني لو مثلا أنا عايز أخذ واحد شاي فممكن تجيب infinitive أوكي ماشي ممكن تجيب من غير مصدر على طبع أنها هيكون هي الفرب الأساسي بتاع الجملة واللي يجي بعدها فعلا يكون مفعول به تمام أوكي هنأتنى معاني الفربات بالعربة في كل الفرب عشان يموجودين معانا فول معناه يريد موسن يجب أن زول ينبغي دائما بنربطها بالفرب زاجن يقول بعد القول زول يستطيع دورفن مسموح له مشتن يرغب أو برضو يريد ده كده بالنسبة لمعاني الفربات نجب بص بعض تصريفاتها قدام عينينا الموضوع الفرب تصريفاتها في الزنجولار في المفرد بيكون تصريف الفرب شاز ونغيج المسج فارب يعني إيه؟ يعني يحصل تغير عن أصل الفرب لكن في بلغال الجمع دائما الفربات ما بتتغيرش أي فرب كان في اللغة الألمانية لم يصرف مع بلغال الجمع دائما تصريفاته أصلها ما بتتغيرش لكن مع مفرد وارد أن يتغير فهذه الأفعال من هذه النوعية في المفرد يتغير تصريف الفرب فمع الضمير إيه أنا إير وإس وزي هو وهي الفرب بيبقى فيل إتغير الفرب عن أصله ومع دو فيلست كلنا عارفين أن أي فرب مع الضمير دو لازم ياخد النهاية إستي ده شيء أساسي فهنا حصل بقت فيل مع دو زودنا فقط إستي عشان نغير شكل التصريف مع إير أنتم فولت رجع الفرب زي أصله بالزبط بالنهاية المعتادة مع إير الفرب ياخد تي لكن أصل الفرب نفسه ما تغيرش فولن فولت زي ما هي فير نحنه زي هم زي جغوس حضرتك فولن ما تغيرتش خالص ده المعتادة في شكل الأولاني في شكل الأولاني في شكل الأولاني بالزبط الفرب موسن هكذا موس موس الأملاوت يتحزف دائما مو ده الفرب في المفرد يحزف الأملاوت ويرجع يظهر في الجامعة الثانية فيبقى موس موس طبع الأملاوت ده بأثر في النطق يعني في طبيعة صحية الفرب واحد وتاني حين النطق نفسه بيختلف يعني ده موس الأملاوت هو حرف إيمالة الصوت بيميل فيه سنة شوية يعني هين قول موس هنا موس في ميل في النطق زولن ده لحد ما فيش تغير كتيرة زول زولست زولت زولن كونن يتغير زي ما انتوا شايفين كن مع عدو زود الستي يبقى كونست إير أنتم يرجع زي أصله كونت فير زي زي كونن طبعنا فيه أملاوت دورفن دارف دارفست اللي ما انت اختفى واللي في حرف تغير مع إير أنتم دورفت مع فير وزي وزي دورفن مشتن ده بقى الفرب الوحيد اللي ما بيستغناش عن الأملاوت خالص يظل الأملاوت موجود في الأربع تصريفات كلها مشت 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 اوكي يبقى كده أخدنا أول جزئية وهي معاني الفربات اتنين تصريف أفعال آخر حاجة وإحنا شفناها في الجمل بس نعيدها تاني اللي هو شكل الجملة الموضع الفرب بتأثيره على الجملة إنه بيحتل المركز نومارة صفاي إذن كانت جملة خبرية والإنفنتيب في آخر الجملة زي أي جملة اللي قدومنا عينينا دولوت زي مثلا كده هنا نجيب الجملة ديت مونة زول سوهاوز بلايبن قادي زول في المركز نومارة صفاي وعندنا الإنفنتيب في آخر الجملة جمعنا دائما بشغل على هذه الجزئيات ولما يجي سؤال للمتحان آخر السنة بي على ثلاث أشكال ممكن يطلب من الممتحن واحد يطلب مني تصريف الفربات فيجيب لي سؤالي وليختار فيل ولا فيلست ولا فولت ده بيقبنا على الزوبيكت اللي في الجملة الفاعل اللي في الجملة لو الفاعل إيش هنختار فيل لو دو نختار فيلست لو إير نختار فولت وهكذا أو يطلب مني معنى الفرب فيل ولا موس ولا زل حسب معنى الجملة كله بقدر أختار الفرب المناسب آخر حاجة يجي يقول اختار بفرب بآخر الجملة فنختار بلايبن ولا بلايب ولا بلايبس فنختار يعني ومناش علاقة بمين الفاعل هنحل كده شوية الجمل على الدهس لنطمني إن الكلام ده بقى مفهم بالنسبة اتفضل اهير من رئيس المخرج بقى يجيب لنا الصفحة رقم واحد عشان نبدأ نحل التمارين على جزال هير خالد شرحة شوف كده شوف كده الصفحة رقم واحد تفضل هير تمام دفعه نوم أينس الطبيب بيقول دو نيشت زوفير روخن الدكتور بيقول انت ما تدخنش كتير زولست فيلست مست اتفقنا بعد البرب زاكت أو جزاكت الدكتور بيقول دائما بعد جومة القول هنختار البرب زولن فيبقى دو زولست نيشت زوفير روخن دائما بعد البرب زاجن سواء جاي زاكت أو جزاكت هنختار البرب زولن فبعدو زولست فانا بنقل الضرورة عن الدكتور بقى الدكتور بيقول المفروض انت ما تدخنش كتير نوم أتسباين ما ينموت عزاكت ماما بتقول وفي مكان فاضي في آخر الجملة اتفقنا دائما في آخر الجملة محتاج فيب في حالة المصدر فنبص على الاختارات اللي عندنا زاين زايد زند عفوا زايد هاختار الانفنتيب ده فرب زاين اللي هو فرب تو بي في لغة الإنجليزية فرب يكون وده شكل انفنتيب فيه اللي هو زاين الاختيار الأول فاول ما ينموتر زاكت إيرزولت لايزي زاين هو حطتلي الفرب الأولاني والفرب الأخير عشان أطلبت ما بينهم الفرب الأخير هو تصريف الفرب مع الضمير إير أنتم لك احنا اتفقنا أنا لما باجي اختار المصدر المصدر أخر وإن أو إن في هذه الحالة بعيدة عن مين مين الفاعل المصدر مالوش علاقة بمين الفاعل المصدر أخر وإن أو إن بس فيبقى ما ينموتر زاكت زولت لايزي زاين نمات غاية دو دار في استهيار نشت روخن انت مش مسموح لك تدخن دو نقط دين تسجارتا أو سمخين انت تطفل سجارة انت مش مسموح لك تدخن يبقى دو زولست ولا دارفست ولا مست ندخنها داخل نهار دا للستوديو ومولع سجارة وأنا داخل للستوديو مثلا وقت يفضل مكتوب عليها ممنوع تدخين ما ده إلزام الموقف هيطريني نروح على طول طا في السجارة مضبوط يبقى دو مست دين تسجارتا أو سمخين نمات غاية نوع دو جتار شبيلين دا سؤال طبعا قال له يا دا سيست ماين هوبي أيو دي هويتي يبقى طرعا قلت له كانست تستطيع فيلس تريد ولا مست يجب عليك لم قوله أيو دي هويتي يبقى كانست طرعا بجتار طبعا أقدر دي الهواية بتاعتي والهواية فيها مهارة وفيها قدرة يبقى كانست نمات فون دي دكتور هات مي جزاكت الدكتور قال لي مونة فغيو شلافن فغيو شلافن يعني تنام بدري طبعا الدكتور قال يبقى على طور إحنا رحيين نختار الفرب زول حاجة فقال نصيحة نصيحة بالضبط كده طبعا أنا بقى اللي الضرورة عن الدكتور فيبقى مونة زول فغيو شلافن يعني مغنى هتنام بدري هنتقل لزاية نومات سفاي صفحة رقم اتنين هنتقل للصفحة التانية نبدأ دي فغيو نومات سكس موس إيش دي مي دي تسين نيمن هو أنا لازم أخذ الدواء قالوا يا دي أردس هات ميرجزاكت أيوة الدكتور قال لي دو دي مي دسين غيج المسش نيمن أيوة الدكتور قال لي أنت لازم تأخذ الدواء غيج المسش بطريقة منتظمة هنقل الضرورة عن الطبيق ففيه الدكتور هات ميرجزاكت فنستخدم زولست ولا دعفست ولا مست طبعا فيه الدكتور قال يبقى الفرب هيبقى زولست نبنقل الضرورة من عن الطبيق هنا برضو التكفين في السؤال دوت إن السؤال بدأ بالفرب موس فبعض الأولاد دائما بيشغل باله إن الفرب اللي في السؤال هيجي في الإجابة ونغير تصريفه بس الزوبك تتغير الفعل تغير فهنغير التصريفات نقول له وارد يحصل كده وحنتفق أنه لازم هنقرأ السؤال عشان نفهم المعنى المطلوب إيه ودهما التكب بتيجمع حاجات زي كده وكل حاجة ببسطة جدا لكن بعض الأولاد بيستسهلوا الأمر الفرب ده في السؤال نزله في الإجابة زي ما هو نغطى صرفته بس مثلا لكن لما أقرأ الجملة لا مش كده هو بيقول له هل أنا مضطر أخذ الدواء قال له أيها الدكتور قال لي أنت مفروض تاخد الدواء بانتظام يبقى الدكتور قال يبقى زولست بمصيحة برنا بالضبط ده شولغ التلميذ إن دي كلاحس نيش تجين ما يدخلش الفصل فعوم لماذا دين لأن بيجي متأخر يبقى التلميذ موس مش مفروض يدخل الفصل يعني سوري مش مضطر يدخل الفصل ولا ضرب مش مسموح لدخل الفصل ولا فيل مش عاوز يدخل الفصل لأنه بيجي متأخر مش مسموح مش مسموح له ضرب جاي متأخر موس ده هو جاي عايز يدخل يعني هو جاي عنده الرغبة أن يدخل وبيخبط وممكن يدخل فبيستأذن قال لأ ممنوع أو أوكي مسموح لك تفضل فقال التلميذ دع فينيش تندي كلاحس جين نشتجين دين كمتش بين تلميذ مش مسموح تخل الفصل لأنه بيجي متأخر لو جاي بدري أوكي يقم مسموح له لكن لو جاي بدري هنقول يبقى عاوز يدخل الفصل ما في كل أحوال هو عاوز يدخل الفصل يبقى منفعش فيه خالص نوم أخذ ألف غمشت أين ترمين في الزامستاك اتفقنا لما فيه موضع الفرب من الأفعال الستة في المركز نموات سفاي هنروح أخرجون الأخطار في الانفينيتيب في الانفينيتيب في الانفينيتيب فعندي فأين باغن فأين باغن فأين باغن أكيد أختار فأين باغن اللي هو أخر إيتيب من المصدر مزبوح هذا الفرب بمعناه فأين باغن يحدد أو يتفى معاد مثلا مع الطبيب أو في الجم أو في الكوفير يعني يحدد معاد فألفرد مشتو أن ترمين في الزامستاك في أمباغن وعايز يحدد معاد اليوم السبت عشان يروح الدكتوري اليوم السبت إن شاء الله جميل نموة نوعي أنا عندي أرق أرق يعني هو مش عارف ينام كويس عنده طرابات في النوم بابا قال لي إيش كانين كافي تغينكن بابا قال لي تفنى بعد قومة القول دخلنا في إطار النصح بردو أولاد لما يلوك متفاتر دماغه بتلفلك بس بابا قال يبقى لازم يبقى يجبنو لا بابا قال ده بابا هيقولك يلزمك ده حاجة تانية لك لما أنا بنقل لك لك درورة عن بابا إنه بابا قال لي كذا فده دخلنا في إطار النصح بالضبط كده طبعا فيبقى إيش زول كانين كافي تغينكن هاني زين سيما أفغيمن المركز تاني فاضي آخر جملة عندنا أفغيمن معناه يرتب الغرفة جاي في حالة إنفينيتيف يبقى أنا محتاج موضال فرب زل 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 جاب لكلهم أه موضال فرب أهوة بس فرب واحد وعاية تصريفه غير النهايات يبقى أنا بقص على مين الزبط عندنا من الفاعل هاني هاني يعني إير هو فنختار زل برضو تاكة في الامتحانة هنا هتعلم كنت دينكوا لها مش تاكات رهيبة ده مجرد بس لفت الانتباه إن الأولى ولا التانية طب ليه الأولى ليه ممكن أبصوا الأولى الفرب في اللغة الألمانية بصفة عامة مع الغائب مع المفرد الغائب ياخد تي تمام لما سياخد لغة الإنجليزية نوما سياخد إس من الزاكرة الأديمة هنا بياخد تي نلقى بس موضال الفرب ليه تصريف خاص مع إيش وآه وإس وزي يبقى زل من غير النهايات نمي فلاختار زل تمام زلت نمرة الغائب صفحة رقم ثلاثة نتقل للصفحة رقم ثلاثة نمرة تسين هر عمر جود دويتش كنت كنن كن هر عمر السيد عمر في بعض الأولاد لما يلقى كلمة السيد عمر يبدأ يشغل باله بقصة إن ده احترام فيقول عندنا في اللغة الألمانية فيك ضمير اسمه زي جغوس كابتل نكتبه كابتل معنا حضرتك لما أخاطب شخص فيها رسمية أقول له حضرك هير أحمد عملت كذا أو هتعمل كذا أنا هنا بكلم هير أحمد أسهل هير عمر بكلمه بصورة مخاطبة مباشرة ولا بكلم عنه كغائب هنا هير عمر يتكلم ألماني يبدأ غائب إنه لو مخاطب كان لازق فيه كومة لو بتاعت النداء إياه أستاذ عمر ويقى في الضمير الزج جغوس مكتوب الضمير الزج كبير ده يكون مكتوب في الجملة جميل من غيره ما صرفش حسب صيغة الاحترام اللي الطلبة بعضها بتقول هذا اللبس وطعا مش قصة احترام هو قصة صيغة رسمية اللي لما يكلم طالب عندي ويقول له دو أنت زي يوكل مثلا ما أنا بحترمه لكن الكلام مش رسمي بينه وبينه مظلوظ هنا هير عمر غائب يبقى يرهو عادي خالص كأنه عمر بس فيبقى كن جميل الضمير دي فهم محوظة سريعة جدا هير عمر كن جود دوتش فيني انفينيتيب فيني مصدر فيني الفيرل بهاو اسمنا اشبغشن يتحدث مفيش طب دي يقول ما دي غلط ولي انه لا مش غلط طبعا عندنا امكانية ان احنا نخفي المصدر اولا اذا فهم معنا من الكلام ده رقم واحد اتنين في جملة كونم بالذات مع اللغة يفضل لانا ما يجبش الانفينيتيب طب ليه ما يجبش الانفينيتيب ليه يفضل قلما أقول هير عمر كن جود دوتش بغشن يقدر يتكلم ألماني كويس قصرته قدرته في اللغة على شبغشن سبيك هلتحدث بس لكن لما أقول بقى كن جود دوتش بس بيعرف ألماني كويس يبقى يقدر يسمع يتكلم يقرأ ألماني جميل سامي في كومة هنا بقى يا سامي بس تبولي يا سامي ولا يا أستاذ سامي يا سامي ده مخطب عادي يا سامي نوات داين بغودا انسي تقاطا جين تخبر حضراتك بقى من حاجة مهمة الكومة دي بتفصل لسامي عن بقية الجملة يعني لما اجا أصرف الفيرب انا مرجع بسامي خالص اللي دعوا بالزوبيك اللي بعد الفيرب اللي هو داين بغودا هل أخوك يذهب للمسرح أخوك يبقى هو قير لأن كده بصرف الفيرب حسب اللي على أخوه هو بالضبط كده من نجع بسامي خالص فيبقى فيل داين بغودا انس تقاطا جين هل أخوك عاوز يروح المسرح يبقى فيل نوات فيرب اتناشر فير هويت انس كينو جين فير يعني من زي هو مين النهاردة ما اسمح يروح السينمة فارد على أقل هالة وعفاف برضا من الأسئلة المهمة جدا أي سؤال بدأ بفير بتعامل مع الفيرب في تصريفه كأن الفعل اير هو مع أني الإجابة مكتوبة هالة وعفاف شخصين يعني شخصين طيب هل بل منطق أننا أصرف فيرب في جملة على فعل في جملة أخرى أكيد لا يعني ما قدرش أصرف الفيرب جوه السؤال على الفعل موجود في الإجابة الفعل في الإجابة هيصرف إن شاء الله الإجابة تحتمل إجابات مختلفة كتير بالظبط كتير يعني كممكن يبقى شخص أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر بالظبط مظبوط مظبوط ففير أعملها كأن الضمير اير هو فبقى فير دارف الأولى هودنسكينو جين يبقى دام فير كأنها اير يبقى فير دارف جميل مين هو دا اللي عايز روح السلم النهاردة أو مسموح لروح النهاردة السلمة مين هو العمل الواجب حتى في لغة عربية مين مفرد غائب تمام يدخل المدرس مين غائب النهاردة وإشاف الممكن يكون عشر غائبين أو لحاجة لكي دام منسل يسأل بفير مفرد غائب تمام نومات غاية سين فان اير نخاوز جين برضا السؤال دي بعتمع على تصريف الفيرب مست 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 اير أنتم تصريفها بيبقى مست بالأملوة وانا أخلي بالي من ظهور أو اختفال أملوة في المفرد بيختفى الأملوة في الجامع يظهر فانا اير أنتم يعني الجامع يبقى مست اللي في النص اللي على أملوة نومة في غتسين إيش هي باركن ناين دا سيست فيربوتين لأ هذا ممنوع اتفقنا لو في سؤال إجابته فيربوتين أبدأ أجهز نفسي إنه روح أختار ضرف لكن أطمئن من المعنى واتأكد ضرفي فعلا ولا لأ دا الاحتياط طبعا هنا الجملة ولا بسيطة واضحة خالص يقوله ضرف إيش هي باركن هل مسمح لأركن هنا قلو ناين دا سيست فيربوتين لا هذا ممنوع يعني بيستاذ نبقى ضرف كما حرف دي مفوت كتب جوغوس كابتل عشان دفي بداية السؤال تمام مين فاميليا أسرتي امزوما ناخ دوتشلان فاغن مين فاميليا أسرتي برضو من الأسئلة اللي دايما تشاغل بعض الطلبة هو مين فاميليا هي بنعملها كمفرد ولا بلغال جمع مين فاميليا مفرد لأن أسرة جمعها أسر صحيح الأسرة جواها خمس ستة أفراد ولكن كلمة أسرة نتعامل معها كوحدة بالزبط كوحدة وحدة زي مين كلاس فصلي الفصل كله نزل ما قولوش فصل كله نزله لكن الطلاب نزله جميل يبدأ من الفصل الفاميليا الجيش مثلا ده مفرد غائب يامين فاميليا فيل امزومر ناخ دوتش لان فاين كده المجموع الأوليين من الأسئلة اللي تخص الموضوع الفيربن انتهت هنقوم مع بعض دلوقتي نكمل شرح بقيت درس وهو الجوز الخاص بالبوسوسي برنومن ضمائر الملكية اتفضلوا معي اتفضل لده اتفضل لده البوسوسي برنومن هيعبار عن همزة وصل ما بين المالك والمملوك ضمائر الملكية وطعا في اللغة الإنجليزية كان ده قديم قوي بالنسبة لكم وهو كان مش صعب خالص ولكن بنحب دايما نشبه شوية مع بعض على اللغة الإنجليزية لان انتوا اقدم في اللغة الإنجليزية فبقى عندك مرجعية لبعض المعلومات اللي موجودة في الإنجليز بتساعدني في اللغة الألمانية مظهور احنا عندنا البوسوسي برنومن ضمائر ملكية طبعا الضمائر الملكية موجودة على الضمير الشخص البوسوسي برنومن يعني اذا كنت انا بتكلم على ايش انا فهيناسبني ضمير ملكية اسمه مين ملكي زي مين في اللغة الإنجليزية جميل لو بتكلم على دو انت يبقى هيناسبك ضمير ملكية اسمه دين يوربوب كتابك دينبوغ لو الفاعل او ضمير اير او اس اللي بيقى معناه هو فدول بيناسبهم ضمير ملكية اسمه زين زي مثلا نجزين قول هز ملكه زي هي مرضو خليني اكتب باللغة العربية معاني الضمار الشخصية مرضو للإضاح للطالب زي معناه هي هينسبه ضمير ملكية اسمه اير ملكها فير نحن يبقى انزع ملكنا اير انتم اير ملككم بعد كده زي هم زي زي هيبقى اير ملكهم طبعا لحظة تشابهما بين زي هي وزي هم الضمير ملكية اير وبردو اير نقوله عادي في اللغة الإنجليزية في نفس الأمر يور ملكك او ملككم تمام بتتفهم المعنى الجملة يعني شايفين نوع من اللغبطة نهائيا زي جغوص حضرتك يبقى الضمير المخاطب الرسمي يبقى هاستخدم معاه اير جغوص برضو كابتل يبقى ما يجا أقول يا محمد كتابك يبقى ما يقول يا هير محمد كتاب حضرتك يبقى ما يخاطب حد بطريقة رسمية هير محمد او فراو فلان يبقى هاستخدم اير ملك حضرتك يبقى دائما اير دي مرتبطة عندنا لفظين كده يبقى الرسمية هير او فراو دي معاني ضمار الملكية في اول خطوة الياه مين ملكي ضين ملكك ضين ملكهو اير ملكها انزع ملكنا ويا ملككم المخاطب العادي الجمع طبعا اير ملكهم للغائب الجمع اير ملك حضرتك تكتب جغوص كابتل دائما ويبقى استدمها لما يكون بخاطب حد بصيغة رسمية يعني انا بكلمه هير فلان او فراو فلان جميل الخطوة اللي جاية انه لما باجي اتعامل مع ضمار ملكية بلاحظ انها بتكتب كده مين واحيانا انا غير بس انها هات حالا هلا مرة مين بس ومرة مين ومرة مين طبعا على اي اساس احنا بنختار ضمير الملكية بهذه النهايات قال لي النهايات دي تمعتمد على اداة الاسم اللي بعد القوس يعني لو عندنا او الكلمة اللي بعد الملكية لو فينا قوس اختيارات فالكلمة اللي بعد القوس اذا كان ارتكيلها دير او دس فضمير الملكية دائما ما ياخدش اي نهايات او المين ضين زين اير من غير اي نهايات لكن اذا كان الاسم اللي بعد القوس اداته دي سواء دي مفرد او دي الجمع فضمير الملكية اذا ما ياخد النهاية ايه زيادة طبعا حالا بايشبيه على هذه الجزئيات تمام وما اللي امتى يبقى اخره ايه اني قال لي اخره ايه اني اذا كان الاسم اداته دير بس يجيب حالة الاكوزاتيف اللي هو يعني المفعول به فالدير لما تتحول الى دين فلازم ياخد النهاية اي ان يبقى تاني لما جاءت عامل مع ضمار ملكية بيحكمنا حاجتين هيبانوا في الامثلة حالا دلوقت اول حاجة مين المالك عشان اقول مين ولا ضين ولا زين ملكي ملكك ملكه تاني حاجة هبص على الكلمة اللي جاية بعد الضمير لو ارتكيلها دير او ضص يبانا بختار الضمير من غير نهاية لو ارتكيلها دي مفرد او جمع نختارها اخيرة ايه لو دير بس سفحات الاكوزاتيف اللي هو بيكتب مفعول فنختار مين وهكذا كل ضمار ملكي طيب هنشوف بايشبيل امثلة على هذه الجزئيات عشان نعرف ازي بنتطبق الكلام لما اقول مثلا فو فو است دي طاشر فين بتكون الشنطة فن مونة الشنطة بتاعت مونة موجودة فين فيقول لي اير طاشر است هي هنا لما يجب بصع الجملة فين بتكون الشنطة بتاعت مونة فالشنطتها موجودة هنا انا لما باجى اختار ضميري ملكية انا بقسمه في زهني الحكتين اصل الضمير ونهاية الضمير اصل الضمير اللي هو كمت ملكها معتمد على مين المالك على مونة على مونة طب النهاية معتمد على مين على المملوك المملوك اداته ايه طاشر شنطة ارتكيلها دي خلان سيبقى لازم ضميري ملكية باخره ايه اللي هو انا بختار ضميري ملكية في الامتحان ده ما بيشغل بالي حكتين يشغل بالي من المالك وهي اداة المملوك تمام نجيب كمان بايش بيل سامي است كرانك سامي بيكون مريض تعالوا مع بعض نختارها بقى مع بعض وكأنه سؤال زين ولا زين ولا ايغ اور ودانه يعني ادنه توت ايم في سامي بيكون عيان ودانه بتقلمه ودانه بتقلمه تمام تعالوا شنطة مع بعض هنا بقى هاخترن ضميري ملكية لما جنسوا الزكاة في امتحان زين زين اير طيب اضم مش معقد لك انا بحب اخليها الترتيب خطوات عشان تبقى دينا مظبوطة او بالنسبة لك من المالك سامي يبقى انا كده جاهز افكر في زين او زين ملكة هو ايرلأ طيب ابصوا على المملوك اورا الازن ارتكلها دس طيب اداتها دس يبقى اضمر من الكية ما ياخدش اي نهاية فنختار زين كمان مثال في في فيندست دو هنختار مع بعض ماين 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 انسوج انسوج يعني البدلة انا بقوله في فيندست دو انسوج ايه رأيك في البدلة بتاعتي كيف تجد البدلة بتاعتي اول حاجة هنا ماين 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 طبعا ممتحة جاب ضمير واحد بنهايات مختلفة وببساطة خال بسألني اداة الاسم اللي بعد القوس ايه بس يعني وده السؤال الوحيد اللي بسأله دي فانا حافظ ان انسوج ارتكلها دير وعندنا دائما لما بيكون الاسم اداة دير بنسأل سؤال مهم دائما هي الكلمة دي جاي هنا فاعل ولا مفعول لو جاي فاعل بنسيبها دير مفعول لو الاكوزاتيف يبقى الدير هنحولها الى دين يبقى لازم اخترها مهم يبقى دائما لما يكون السؤال الكلمة في الجملة ارتكلها دير لازم اقف معرفة ثانية واسأل فاعل ولا مفعول كيف تجد انت البدلة هنا دو زوبية فاعل يبقى عندنا البدلة مفعول به تمام فالدير بقى الدين فنخترها مهم جميل تمام تمام اوكي اخر حاجة عندنا في الجزية دي في الشرح بيفكرني يقولي بس في حاجة سريعة كده لو في عندك مين في الاجابة فانا في السؤال باستدم ضمير من اتنين دين او اير ملكك او ملكة حضرتك تمام امتى استدم اير جغوس لما يكون في قمة وبعدها هير فلان او فغاو فلان يبقى لو بخاطب حد بصغر رسمية استدم اير لو بخاطب حد عاجي خالص صديق او طالب عندي فاستخدم ضين ملكك عادي خالص جميل يبقى ضمير ملكية قبل ما نسيبها ونروح نحلم مع بعض أسئلة عليها نأكد ضمير ملكية عندنا بيعتمد على حاجتين اتنين من المالك وايادات المملوك المالك يحدد أصل الضمير تمام ايادات المملوك تحدد نهاية الضمير لو نشوف بعض الأمثلة على الصبورة معنا على الصبورة اوكي تمام هرسامي نختار مع بعض دين اير اير اوتو فيقول يا دس است ماين اوتو طيب كانت بيقوله مش بالمعنى العربي يا أستاذ سامي ها دي عربيت حضرتك فقاله أيوة دي عربيت طيب طالما ما يبقى خاطب هر سامي يبقى ضين مش هتسترد مش هتنفعنا ضين لشخص عادي صحبي يبقى استغم اير او اير يحكم الفرم من دول أداة كلمة اوتو اوتو قارت كيلها دس يبقى اختار الضمير من غير أي نهاية تمام تمام مونة ون وسامة كومة و است ونختار مع بعض اير 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 دائما الكمة دي بيقولوا عليها بالعربي كده يا فانا بخاطب اتنين يا مونة وانت واسامة فين البيت بتاعكم فا اير اير ايغن هنا برضو السورة معتمة على اداة الكمة اللي بعد القوس وليس المعنى فهاوس اداة دس فنختار ضمير ملكية بدون اي نهايات فيبقى اير هاوس ان شاء الله كون افدناكم بهذه الجزئيات واجه كلمة سريعة للطلبة بتاعتك شكرا هير اعزائيات طبعا طلبات بتمنى نكون ان شاء الله افدناكم النهاردة محتاجين منكم بصفة عامة تهتموا بحفظ الارتكل الفوكاب كويس جدا وتعم ذكرتكم وعملون نفسهم جدول كويس جدا المنهج بسيط خالص اما حاجة حفظ الفوكاب بالارتكل وطبعا تدريبك كتير واتمنى لكم اجازة ان شاء الله موفقة في نصف العام وبأمر اللي تتابعونا في الحققات القادمة ان شاء الله شكرا نهير شرفتنا في الحلقة جاملة دي وارجل ان طلبتنا كلها يكونوا استمتعوا بالحلقة ومعنا وان شاء الله بالتوفيق ونراك في حلقات القادمة ان شاء الله شكرا شكرا